ملتقى السنوي للشركات الصغرى والمتوسطة بفرنسا هذا الملتقى اغتنمه الوفد التونسي لتوسيع الحملة الترويجية للمؤتمر الدولي للاستثمار الذي سيلتأم في تونس قريبا لاجتذاب اكثر عدد من الشركات الفرنسية الصغرى والمتوسطة تصبح المشاركة والحضور في ملتقى بلانيت بي ام او اكثر من ضروري وفي هذا السياق حلت تونس ضيفة شرف على هذه الفعاليات السنوية في باريس على ظوء اتفاق بين الكونفيدرالية العامة للشركات الصغرى والمتوسطة من الناحية الفرنسية وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية احنا جينا في فرنسا في باريس ونجمو نستقطبو المؤسسات فهذا هو نعملو ديناميكية ونمشيو في نسبة النمو متاع تونس اللي احنا حاشنا فيها اقل ما يمكو 2.5-3% تونس بلد يتقن جيدا اللغة الفرنسية ولديه يد عاملة ذات جودة عالية ويضمن تكاليف عمل منخفض لشركات فرنسية لم تعد قادرة على انتاج بعض المنتوجات اذا حضور تونس في بلانيت بي ام او هو الاستعداد لعقد تحالف في الاسابيع او الاشهر المقبلة الفعاليات لم يتخلف عنها وفد تونسي يضم 30 شركة تونسية ويترأسه وزير التنمية والاستثمار الذي دعا المستثمرين الفرنسيين والاجانب الى اكتشاف المنظومة الاستثمارية في تونس على اساس القانون الاستثماري الجديد ومخطط التنمية الخماسي بين 2016 و2020 والمشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار الذي يستادف فيه المنظمون حوالى الف مستثمر في قطاعات مربحة كالنسيج والسياحة والتكنولوجيات الرقمية فما قريب مئة شركة متوسطة وصغيرة من فرنسا اللي احنا نستقبل فيها ونحاول نجيبها من تونس خاطر اهم حاجة اليوم هي احنا مش نرجعوا صورة متاع تونس في الخارج في نتاق الاستثمار ونفسروا اللعبات له اليوم فما ارضية تبدلت في الاستثمار في تونس ولجلب اصحاب المؤسسات دعت مختلف الاطراف التونسية الى وجوب النظر الى تونس ليس كسوق محلية او اقليمية فحسب انما ايضا كبوابة نحو السوق الافريقية لان تعددت المؤتمرات ولقاءات العمل والاجتماعات في هذا الملتقى فان هدف الحضور التونسي واحد ابراز ان المناخ الاستثماري في تونس على درب الاصلاح والتطوير وان تونس نقطة مذيئة في الخارجة العالمية للاستثمار بوسيم الدالي